جابر من عبد الله رضي الله عنه روى عنه ابن بالدنيا في كتاب له لطيف بعنوان قرى الضيف أي كرام الضيف قال هلاكم بالرجل هلاكم بالرجل يدخل عليه الرجل يعني يدخل عليه الضيف في بيته هلاكم بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه يحتقر فيما بيته أن يقدمه إذا جاءك ضيف ودخل عليك في بيتك لا تحكر شي عندك في البيت لا تحكر شيئا عندك في البيت وأحدثكم بحديث عني لأول مرة أذكره قبل سنوات طويلة سافرت إلى إحدى الدول وكنت في طريق فرأيت واحدا من طلابي طلاب الذين تخرجوا في الجامعة قال لي بيتنا هنا أريد أن تتفضل أفرح بدخولك البيت وأنا في طريق سفر يعني وقفنا في منطقة وسبحان الله ذقيته قال هنا بيتنا قريب من الشارع أمتار فدخلت إلى بيته وكان أرض المجلس غرفة صغيرة تراب فذهب يركض وجاء بحصير وفرشه وجلس عليه ودخل بيته وجاء لي بكأس فيه ماء وقليل من العسل قليل جدا من العسل حركه بهذا الماء والله ما ذقت ألد منه في حياتي إي والله كان من ألد ما يكون وربما لو أنه قال ما عندي في البيت شيء وماذا أصنع بشخص يعني درسني أو كذا وأصطظيف في البيت ماذا أقدم له لو حقر شيئا ربما ما دعا ولا حارص على الإتيان لكن قدم هذا الكأس والله من أجمل الضيافات التي مرت عليه في حياتي جميل جدا وكان له لد في ما رأيت في نفسي ما توصف وخرجت منه وأنا أتلدد طعم هذا العسل القليل الذي حركه حتى كان قليل من العسل يعني ما كان عنده شيء فهذا شاهد الآن يقول لا يحكرن من المعروف شيئا لا يحكرن من المعروف شيئا وأثر جابر يقول هلاكم بالرجل يدخل عليه الرجل من أخوانه فيحتقر ما في بيته فيحتقر ما في بيته أن يقدمه أيضا نشير إلى هلاك آخر وهلاكم بالقوم أن يحكروا ما يقدم لهم الأول يتعلق بمن بصاحب البيت والثاني يتعلق بالداخل عليه إذا دخلت على أحد وقدم لك شيئا وكان الذي قدمه قليل لا تحكر هذا هلاك هلاكم بك أن تدخل على رجل ويقدم لك ما تيسر وتخرج وتحكر الذي عنده وتقول ما قدم شيئا وما فعل شيئا هذا هلاكم بك أنت والأول هلاكم بصاحب بصاحب المنزل ومن حقر القليل من حقر القليل لم يبذله من حقر القليل لم يبذله فهو إما أن يبذل الكثير بإشكاق على نفسه يذهب بعضهم ويستدين يقول عندي فلان ضيف وكذا يروح يستدين ويرثق نفسه ويشق على نفسه وإذا أراد أن يفعل هذا المسلك ما يستطيع أن يستمر إذا مع أضيافه لأن هذا مشق عليه فمن حقر القليل لم يبذله فوإما أن يبذل الكثير بإشكاق على نفسه أو لا يقدم شيئا أصلا أو لا يقدم شيئا أصلا ولهذا قيل إنما تقاطع الناس بالتكلف هذه كلمة عظيمة جدا إنما تقاطع الناس بالتكلف ما معنى هذا الكلام إنما تقاطع الناس بالتكلف الآن لما أريد أنا ما تكون ضيافتي للناس إلا على مستوى عالي وإذا كان هذا المستوى العالي ليس موجودا عندي لن أضيفهم إذن تقاطعنا ما أصبحنا نتواصل ويدخل بعضنا بيوت بعض ونتزاور لأنه يقول في نفسه ما عندي شيء لأن الشيء عنده ماذا هو التكلف والتكلف إذا وجد أوجد مثل هذا التقاطع وحرم الناس من الخير بينما إذا صححوا هذا المفهوم وعملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالهم وحصل لهم الخير العظيم نعم